موضوع التمويل هل هي معضلة اليوم تواجه القطاع النفطي أم أن الأمور ميسرة أستاذ خالد أنا أعتقد أيضاً هذه نقطة حساسة جداً أمانة يعني يجب على الجميع الانتباه لها التمويل حسب توقعاتي راح تكون معضلة في القادم من السنين أمانة يعني هناك مقود شديدة من جماعات البيئية من السياسيين من أصحاب الأيدولوجيات للحد من الوقود الحفوري فالكثير من المؤسسات المالية بدأت تحجم عن تمويل مشاريع الوقود الحفوري وأذكر في إحدى المناسبات أنا سألت أحد أصحاب الخنق والقرار في بنك رئيسي في الكويت شلو توجهكم أنتو كبنوك محلية هل ممكن تدعمون المشاريع النفطية بالتمويل خصوصاً في ضوء خنقول إذا وصلت مقاطعة البيوت المالية الأجنبية للمشاريع هذه فأمانة يعني كان إجابة أننا إحنا ملتزمين بما ترتزم به البنوك العالمية لأن هناك في تقييم لنا كبنوك محلية إذا يعني مثل يصير إذا أنت محافظ على البيئة أو لا فإذا تدعم أنت مشاريع وقود حفوغية قد يكون تكون هذه نقطة سلبية عنك هناك في تجارب في دول أفريقية أسست صندوق خاص لها لتمويل مشاريعها يعني ما أخضعه للضغوط الأجنبية وتواصلت أنا مع بعض الأخوان في المنظمات الإقليمية عن يعني إذا في مجال هذه المنظمات مثلا أوابك أوبك تنشئ صناديق لتمويل الاستثمارات في المقود العفوري أعتقد النقطة مغايبة عنهم لكن أنا حسب اعتقادي يبيلها جهد جماعي لأن المعظم البيوت المالية الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية قامت تأخذ إجراءات فعلية في وقف تمويل المشاريع الوقود الحفوري بالاختصار نعم هي تحدي كبير للقطاع النفطي عندنا وعن غيرنا يعني حتى عند الشركات الغربية لأن تعتمد هي على التمويل من البنوك لكن أنا متفائل أن هناك يمكن ترتيبات إن شاء الله تتم يكون عندنا تمويل ذاتي على مستوى المنظمات الأقليمية والدولية كأوبك وأوابك